موسيقى أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أشكين في القانون الذي نبثه خلال شهر رمضان المبارك فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية هناك سؤال لإمرأة تقول أنا إمرأة اضطررت أن أطلب الطلاق للشقاق إلا أن المحكمة لا تعطي للمرأة متعتها وتحرمها في حين أن مدونة الأسرة تنص على المتعة كما ينص عليه القرآن الكريم فيما يتعلق بهذا السؤال فعلا أن مدونة الأسرة تنص على المتعة وهذا مشكل خلق ضجة عند النساء اللي تيضطروا أنهم يرفعوا دعوة ديال التطلاق هما تعرفوا بأنه أرى من حقهم تكون عندهم المتعة ولكن كيستضموا أنهم من كيمشوا عند الموحامي كيقولوا من الموحامي شوف أرى ما كانش المتعة المرأة مليكة ترفع الدعوة ديال تطلق الشقاق ضد الزوج ديالها هما ما كانش المتعة وبالتالي اختاري فهي ديك ساعة ما كتقدرش لأن المتعة فيها مبلغ مالي يعني بزيان محترام يعني تيحاول أنه يعطيه واحد النوع ديال التعويض للسيدة هادي اللي نو يطلق إذا شنو المشكلة المشكلة كتشور مع الموحامي كتقول لديه وشنو غادي ندير مثلا ديال دعوة النفقة والسلام تقول الموحامي ديال دعوة النفقة وخليه ويرفع الدعوة ديال يطلق من غادي عيام مثلا ولا شي حاجة عاو تالي الزوج تيكون الموحامي ديالو تيقول له ودي شوف خليه يتمشي ترفع الدعوة ديال التطليق للشقاق رغل تحرم من المتعة وبالنسبة للدوك التعويضات الأخرين فهوما تعويضات خفيفة ماشي بحال المتعة وبالتالي من هاد النحية هادي كتولي المرأة ماشي حورة في رفع دعوة ديال التطليق للشقاق وكتبقى تخلي العلاقة الزوجية قائمة وكتبقى المشاكل قائمة بل أنها كتفاقم والحياة يعني كتولي فيها مشاكل كثيرة وكتعمق وكتشعب ما هو السبب الذي جعل المحاكم في البداية تحكم بالمتعة ومن بعد ما بقيتش كتحكم بالمتعة في دعاوة تتلق الشقاق لكرفع النساء كان واحد قارا ديال محكمة النقد في إطار التقاضي شي شخص ارفع دعوة واستمر فيها إلى حين الوصول إلى محكمة النقد فمحكمة النقد قالت واحد الاجتهاد قد تود لي كترفع الزوجة الدعوة هي بنفسها فموقعت ما متعة يعني ما منحقهاش فنظرا لأن القانون المغربي تينص على أن حكمة النقد هي أعلى جهة قانونية وقضائية في المغرب وهي اللي كتشرح القانون ومنحقها تشرح القانون وتكملوا كذلك ومنحقها أن نتوحد الاجتهاد وترشده طبعا طبعا هنا يمكن أش كيقول القانون أنا بسبالي القانون تقول شي حاجة بوحدتها واجتهاد ديال محكمة النقد كيقول شي حاجة بوحدتها وأنا هنا قبل أن أذهب إلى القانون قبل ما نمشي للنصوص القانونية ديال المدونة الأسرة ونعطي الرأي ديالي القانوني ثم الرأي ديالي فيما يتعلق بالقارة ديال محكمة النقد في عيد العرش ديالي الفين واثنين وعشرين ففي الخطاب الملكي ديالي الفين واثنين وعشرين في الفقرة الأولى دياله هضر جلالة الماليك بوصفه أمير المؤمنين وانتقد تطبيق المدونة وانتقدها بشدة وقال بأن هناك العديد من اختلالات والاختلالات عندها الأسباب ديالها وتكلم عن كرامة المرأة وتكلم كذلك عن المصلحة الفضلالة للطفل وكان الخطاب الملكي أو أنا قد نقول خطاب إمارة المؤمنين الذي يتفوق على خطاب الملك وخطاب رئيش دولا أنا نرى خطاب للإمارة المؤمنين أو موقف لإمارة المؤمنين هذا الانتقد يجب على المؤسسات الشريعية وكل المؤسسات التي تساهم في الشريع على أن تؤيد النظر في الترسانة القانونية وكذلك حتى على مستوى الاجتهاد فسألني هدرت على هذه النقطة دي في شي حاجة في حلقاتين سابقة وقلت على أن قلت على أن خطاب العرش في الفقرة الأولى عنده واحدة الأهمية كبيرة في إعادة تحديد المجتمع وفي إعادة بناء عقلية قانونية حقوقية جديدة تمتح من مبادئ حقوق الإنسان ومن قواعد الإنصاف غد نبدأ نهضر الموضوع من ناحية القانونية ولكن أعتقد بأن الوقت يداهمنا وسوف أترك هذا الأمر إلى حلقة مقبلة وشكرا ترجمة نانسي قنقر